إذاعة سلطنة عمان ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر لأن بذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل مواضيع مختلفة على بساط الحواء نحن معكم وعلى الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر البث المباشر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم من البث المباشر ربما هذا الموضوع طرحناه في حلقات السابقة يعني بطريقة ذلك الطرح في ذلك التوقيت والوقت لكن عندنا أرقام ونحتاج أن نصلط الضوء على هذا الموضوع موضوع إنساني إجمالا موضوع إنساني من الدرجة الأولى وعندما تسمع أحيانا قصص معينة من هنا أو من هناك أو أحيانا تسمع ما يرتكب البعض في حقهم تتأسف على هذا الحال وعلى هذا الوضع وتقول في نفسك إلى أين نتجه وكيف سيكون عليه الحال والوضع عقوق الوالدين إشكالية وإذا جيت تتكلم عن هذا الموضوع تتكلم بحسرة وتتكلم بندم وتتكلم بإنسانية لأنه بالدرجة الأولى موضوع إنساني عقوق الوالدين مسنون وعجزة لا معيلة لهم هذه مشكلة أرقام وعندنا أرقام وهذه الأرقام موثقة ومنشورة في الصحافة 35 حالة أغلبهم من الذكور بدار الرعاية الاجتماعية بالرستاق بنهاية 2016 ارتفاع عدد المسنين الملتحقين بالدار بواقع خمس نزلة مقارنة بعام 2015 تقديم 251 من الأجهزة التعويضية وثلاثة تهية منزلية للمسنين بكافة المحافظات اجرى 196 زيارة ميدانية خلال الربع الأخير من العام الماضي هذه أرقام موثقة احنا في إشكالية الزيادة في إشكالية أحيانا أنت القادر وعندك ما يعول والدك ووالدتك والمسن اللي موجود في البيت وفي الأخير تتعلل بالوقت وتتعلل أحيانا بزحمة البيت زحمة البيت على والدك أو على والدتك فهذه المسألة والله المسألة أحيانا لو الوحد يتكلم فيها يتكلم بمرارة عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله كيف لا يكون كذلك وهو قرن الله بالرهمة بالتوحيد وفي آية وفي أكثر من آية تتحدث عن هذا الجانب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم هذه الآية تبرهن على ما نقول على ما نقول عقوق الوالدين هو كل فعل أو قول يتأذى به الوالدين من ولدهما يتمثل ذلك في الهجران علو الصوت أحيانا من غير ما نحسه من غير ما نحسه أحيانا ترفع صوتك على أبوك أو على أمك وتنهرهم بطريقة أحيانا أنت تعتبرها الطريقة العادية الطبيعية اللي ممكن تخاطب فيها أي حد لا مخاطبة الوالدين ما مخاطبة ولدك ولا مخاطبة جارك ولا مخاطبة صاحبك ولا غيرها كل واحد يستحق الاحترام نعم لكن أبوك وأمك احترامهم من نوع آخر يعني ولا تقول لهم أف أف ما ترفع الصوت ما ترفع بعدين العصى وهذا حديث آخر ممكن نتكلم عنه حد يوصل لهذه الدرجة نعم وصلوا لهذه الدرجة رفع الصوت مو الصوت 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 نحن اللي نقوله بالعماني العصى الباكورة بعضهم يسمونا وين رايحين شبقى؟ إذا أنت تضرب أبوك وتضرب أمك وده بنسأل المحاكم كم من إشكاليات وكم من قضايا وصلت إلى المحاكم مش تكيب من؟ مش تكيب أبوه مش تكيب أمه مش تكيب الأثنين معا للأسف الشديد كثرة الشكاوي شكاوي الناس وكثرة الأخبار المزعجة اللي أحيانا نسمعها عن هذا الجانب أحيانا تسمع وقلبك يتفطر وأحيانا تدمع عيونك من كثر ما تسمع من إشكاليات يجب علينا جميعا هذه مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لإصلاح هذا الخلل في خلل في مشكلة معينة محتاجة إلى معالجة إذا الإشكالية وإذا هذا مرض يعتبر إذا أنت تهين أبوك وتهين أمك وتوصل لدرجة الاعتداء حتى عليهم لفظيا وقسديا أنت محتاج إلى أنك أنت تعالج نفسك تعرض نفسك على طبيب متخصص هذه الأخبار بدت تنتشر معنا أو مع غيرنا أسوأ أنواع الجحود ونكران الجميل أنك أنت تنكر دور أبوك ودور أمك دور الرعاية عندنا ولا عند غيرنا تزدحم وأحيانا أصواتهم تسمعها ولا ما تسمعها بس أول ما تشوفه يبي يشتكي لك يشتكي على من؟ يشتكي على ولده ولا على بنته اللي هجروه أحد يهجر أبو أمه؟ نعم واقعا عيشة عشان لا نجمل واقعا عيشة مع الأسف نعم في هناك جهود تبذل من جهات كثيرة من ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الرعاية الاجتماعية في هناك جمعيات متخصصة في شباب اليوم متطوعين لهذا الجانب لرعاية المسنين لرعاية المسنين اليوم في جمعية ولها فروع في أكثر من محافظة وفي أكثر من مكان روحوا أشوفوا في المستشفيات أيضا من فضلكم روحوا أشوفوا بعض الأجنحة اتلاقونا المسن موجود من سنوات ليش؟ لأن ولده أو بنته رافض يستقبله في البيت رافض يستقبل أبوه في البيت فتاركنه في المستشفى لدرجة أحيانا تمر شهور ومناسبات معينة ميروح يزورها يتفرغ لأصحابه ولربعه ولزياراته ولجدول اللي عاملنا أيام العيد وينسى أهم إنسان في حياته أو أهم إنسانين في حياته أبو وأمة وتلاقي في بعض الناس يعني شوف الخير في بعض الناس بدل ما يروح بعد الصلاة في صلاة العيدين عيد الأضحى ولا عيد الفطر يروح إلى أجنحة المستشفيات يسلم على الناس اللي موجودين في المستشفى ما يعرفهم لا من بينهم أبو ولا أمة ولا عمه ولا خالته ولا جده ولا جدته يروح يسلم على الناس وبعدين يروح فيما بعد يسلم على أصحابه هذا موضوع محتاج جميعا نتصداله قبل أن يستفحل وقبل أن تكون ظاهرة نعم اليوم ربما نسمع حالات ونا أتفق معكم حالات نادرة بتقولوا لي يستوجب تعمل حلقة عن هذا الموضوع أقول لك نعم ما دام سمعنا حالة ولا حالتين الخوف الخوف هنا تكون ظاهرة وظاهرة كل ما تنتشر من الصعوبة إلا عادي إذا اشتغلت جهود وجهات معينة لهذا الموضوع هذا هو موضوعنا حابين نسمع حالات نبي نسمع نبي نوجه اليوم رسائل معينة كيف ممكن نتجنب الوقوع في هذه الإشكالية قبل أن نتعرف على ضيوفي هذه في البداية أجمل تحية من فريق البرنامج تماظر الوهابية والتحياتي أنا خالد الزجالي وفي الإخراج سيف الجرداني البث المباشر منكم أقرأ اثنين أربعة ستة تسعة واحد أربعة أربعة ثمانية البث المباشر اثنين أربعة ستة تسعة اثنين ستة 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 البث المباشر منكم أقرأ أقرأ مرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم عقوق الوالدين مسنون وعجزة لا معيلة لهم دكتور عبد المجيد بن يوسف بن سيف الأغبري مدير أمانة سر لجنة التوفيق والمصالحة بولاية السيب مرحب بك دكتور أهلا وسهلا السادة محمد بن سيف المعمري مدير دائرة المسنين بوزارة التنمية الاجتماعية السادة محمد مساء الخير أهلا وسهلا والسادة عبد الله بن سعيد دبلو شيخ الصاياي اجتماعي وعضو في جمعية الاجتماعيين العمانية صحيح؟ عبد الله محمد عبد الله بن محمد ونعم أي الله عزيك بارك الله تسمية الجمعية الجمعية الاجتماعي العمانية ونعم فيكم أهلا وسهلا بكم جميعا دكتور عبد المجيد هل من حالات هل من دخلتوا في هذا الموضوع دخلتوا أيضا في مصالحات مع الأسف أحيانا يكون بين الأب وبين ابنه أو الأب أحيانا وبنته أو أحيانا للعكس يكون بين الولد وبين والده أو والدته ولن نشكر لكم هذا اللقاء وإثارة هذا الموضوع لقانة توفيق المصالحة في الحقيقة هي معنية بتسوية النزاعات إلا أن في بعض الحالات التي لا يمكن أو لا تعرض على هذه اللقان سنفتتح هذا اللقاء بقصة في الحقيقة عندما تسمعها وكأنها يضرب من الخيال لمصالحة ما بين أب وابنه لأكثر من ثلاثين سنة ثلاثين سنة تتلخص القضية حول أسباب في مجملها تافية لا يمكن أن ترقى إلى هذه القطيعة التي امتدت طوال هذه السنوات والد الذي بعض الأعمال التجارية حمل وكالة لأحد أولادي الولد الآخر أخذ في خاطري وقاطع الأب واستمرت هذه القطيعة طبعا قطيعة الأب ليس بالضرورة أن يمتد تمتد له اليد أو يعتدي عليه قسديا وإنما مجرد أن تقاطع الوالد صحيح بدون السلام هي تعتبر عقوق عقوق أحسنت واستمر على هذا ثلاثين سنة ثلاثين سنة بعد ثلاثين سنة يبدو أنه تدخل كبر الأب كبر الأب فلقى إلى لين التوفيق المصالح من اللي لجى قبل الأب 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 لقى و عندما أرض الطلب الكل كان قد يأس أن يعالج هذا الموضوع وفي تدخلات كانت قبل كانت توجد توجد تدخلات ولكن قد تكون القرح عميق وقد تكون بادرة الإبن ليست بتلك الحماس أو بقدر بقدر العظامة والإلحاح أيضا دكتور والإلحاح أنك تطيح على أبوك بلهجتنا تطيح على أبوك وتبوس لراسه وريوله مرة مرتين ثلاث بينازعك بيسوي إن شاء الله بيرفع الصوت بيرفع الصوت له الحق أحسن أحسن نعم ملخص الموضوع أنه لقى إلى لقى توفيق المصالحة في تلك الولاية وفضيلة القاضي انتقل مع طاقم اللجنة إلى بيت الأب جزال خير عندما وصلوا لديه في بادي الأمر استقبلهم عندما واستغرب وقد الإبن امتنع لكن عندما وقد هذا المبادرة استقبلهم الله وبدأ يتكلم وتركوا له مطلق الحرية في الحديث لعل هذا يمكن أن يقمع الشمل بعد حوار وبعد قلسة طويلة بادر وتخدير أيضا لفضيلة القاضي والمن من معه وهذه طبيعة نحن في عمان هذا النوع من الاحترام والتخدير المبادرة في معالجة كل قضية سواء هي عقوق للوالدين أو قضية مدنية أو أي نوع من نواع القضايا ولكن طبعا القضايا الإنسانية ذات اهتمام وذات أهمية خاصة للجميع فأن تنتقل طاقم لجنة بطاقم حكومي هي مما منحه قلالة السلطان في مرسومه السلطان في تشريع قانون التوفيق المصالح بأن أتاح له حرية التنقل وعدم التقيد بقانون الإقراءات المدنية وذلك لأجل التيسير وتحقيق الهدف السامي المراد من هذه اللي كان بعد حوار تقدم الأب الابن وقبل الأب هو بكى القميع بمن فيهم الطاقم الذي وعولج هذه القضية بعد تلك القطيعة وهذا هو الهدف الذي الكان الكل يرقو وهذا مثال واحد أمثلة عديدة كثيرة ومثل ما تفضلت دكتور عبد المجيد ربما بعض الحالات ما وصلت لكم أو ربما ما وصلت للإعلام أو ربما ما وصلت حتى إلى الشارع يتم معالجته وإحنا هكذا في عمان أساسا في مثل هذه الأمور نحب أن نعالج خضايانا ومثل هذه الأمور أحيانا بشيء من من السرية لأن فيها شيء من الخصوصية أحيانا وأصحاب الخير موجودين في كل مكان وفي كل زمان وسيكونوا موجودين بمشيئة الله يعني قبل لا تكون المسألة تصل إلى ثلاثين وأربعين وعشرين وعشر وإن شاء الله ساعة لابد أن يتدخل يعني في أولاد آخرين في أسرة في أعمام في أخواء تعرف يعني هذولا لابد أن يكونوا يعني مبادرين لحل مثل هذه الإشكاليات وهذا التصدع اللي أحيانا يكون في البيت لأنا متأكد لا الأب كان مرتاح ولا الإبن كان مرتاح ولا عائلة الأب أيضا الصغيرة ولا عائلة الإبن لأنها العائلة إذن طلعت العائلة الصغيرة للإبن ولا عائلتها أيضا تكون مرتاحة كم من الراحة أنك أنت تكون يعني تحظل أبوك وأمك وأسرتك وتعيشوا بهذا الهنان أستاذ محمد هذه قصة من ضمن قصص كثيرة وأنا متأكد أستاذ محمد المعملي مدير دائرة المسنين بوزارة التنمية عندكم ما يكفي لحلقات ومجلدات إيش اللي ممكن تذكر في هذا الجانب وإيش دور الدائرة في البداية في البداية مرحبا وسهلا بالجميع شاكرين لكم هذه الاستضافة وطبعا الحديث يطول في هذا الموضوع وكمقدمة ومدخل قلستنا الطيبة هذه لن نبدأ بأفضل ما بدأتم بها بالآية الكريمة السابقة التي تقول وقل لهما ولا تقول لهما أفن ولا تنهرهما والإسلام يحض على رعاية الوالدين صحيح أما بالنسبة للمجتمع المجتمع العماني فيحظى المسن في السلطنة بتقدير واحترام كبيرين سواء من دويه من أفراد المجتمع من المجتمع ككل باعتبار مصدر للمشورة والنصح والحكمة والتجربة والخبرة تأتمر الأسرة بأوامره ونصائحه تجعله دائما في الصدارة في المجالس وإلى آخره ما يتعلق بالوزارة وزارة التنمية الاجتماعية هناك جهود كبيرة وعميقة جدا نبدأها من بداية إنشاء الوزارة في العام 72 وحتى اليوم لعلي إذا أعطي عنوين فقط للإضاحة وليس للتفصيل فهناك برامج الرعاية الاجتماعية ممثلة في الضمان الاجتماعي والمساعدات هناك دار الرعاية الاجتماعية التي تفضلت وأشرت عليها في بداية الحلقة هناك البرنامج الوطني للرعاية المنزلين والمسنين برنامج الأجهزة التعويضية الجلساء والأسرة البديلة بالإضافة لتفعيل المجالس العامة وغيرها هناك خدمات الإرشاد النفسي أيضا الدائرة دائرة شؤون المسنين هي دائرة حديثة كليا انشئت في مارس 2015 بهدف وضع الأطور التنظيمية فيما يتعلق بشؤون المسنين ودعمهم ومساندتهم والتراخيص فيما يتعلق بإنشاء مراكز خدمة المسنين وكذلك توفير قواعد بيانات ومعلومات حول قطاع المسنين ما يتعلق بهذه الحالات هو حقيقة حتى الآن ما أنه يوجد رصد بالمعنى الصريح ولكن قد تكون موجودة في المجتمع سواء كانت يعني حالة مثلت مشكلات بينية وصلت إلى أروقات المحاكم أو في المستشفيات متى تتدخل ساذة محمد المعمل؟ نحن نتدخل في أي وقت في أي وقت؟ يطلب منكم أو ما يطلب منكم؟ باعتبار وجود دائرة شؤون المسنين الآن تدخلنا رح يكون في أي وقت وذلك من واقع اختصاصات هذه الدائرة فيما يخص موضوع شؤون المسنين بشكل عام سواء كحالات أو كوضع يعني نتمنى دائما يعني قبل الوصول إلى لجنة التوفيق والمصالحة وقبل الوصول أيضا إلى دار الرعاية أو أحيانا بعض الاختصاصات لوزارة التنمية الاجتماعية أو جهات معينة حكومية أو أهلية نتمنى أن تكون هذه العلاقة الحميمية الجميلة الراقية في البيت الواحد وأن لا تنتقل وفيما بعد لو وصلنا إلى طريق أحيانا ربما يكون مسدود أو غير أنا ما أتكلم عن المسنين الأحيانا محتاجين إلى أمور معين أنا أتكلم عن الوالدين تحديدا أن لا يعني نترك يعني ولو شي بسيط يحتاج أحيانا تدخل أي جهة من الجهات يعني أحنا أحنا كأولاد لابد أن نقوم بهذا الدور وبهذا الواجب لأنه واجب علينا شرعة ودينا ومجتمعا وكل هذه وإنسانيا يعني أحيانا أحيانا من لا دين لا بس أحيانا مهتم بوالدين ومن الواجب عليه إنسانيا أن يهتم بوالدين تتخيل يعني من لا دين ما بالك إحنا عندنا هذا الدين العظيم وعندنا ما يحثنا على هذا الأمر من خلال آيات قرآنية متعددة ومختلفة وحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحثنا على هذا الأمر ساد عبد الله لبلوشي ماذا تقول وانت رجل خصائي اجتماعي وعضو في جمعية معنية بهذا الأمر بالنسبة لظاهرة رعاية المسنين وكذلك أيضا عقوق الوايدين المرتبطة بها نحن في المجتمع العماني طبعا مجتمع محافظ ومجتمع له قيمته وكذلك قيمة كبير السن في المجتمع العماني لكن ما يحدث خلال الفترات الماضية من بعض الممارسات وكذلك من بعض التصرفات من بعض الأمور لا بد أن نقف فيها وبين قوسيا نقف على ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية وهي التنشئة التربوية الأسرية في المنزل عندما ينشأ هذا الابن على أي هيئة أو على أي شكل يهيئ هل هو يشكل على أن يرعى هذا المسن الكبير عندما كان يوما بالأيام أب أو أم وفيما بعد ينتقل إلى دورناه مسن وذلك أيضا دوره أيضا في غرص القيم والمبادئ أيضا تشرب هذه القيم والمبادئ عند الأبناء كيف تتعامل معها والتفاعل معها عندما نجد هذه المشكلات عندما نجد أب أو ابن يضرب أبوه أو أم أو أم تشتكي من ابنها أو أم ربما يضربها ابنها أو أم ربما في دار المسنين أو دار العجزة هذه مواقف مؤمنة جدا قبل أن تكون مواقف هذه كانت عبارة عن أفكار وأيضا عبارة عن تصرفات لا بد كانت أن تقف عليها مسألة التنشياء الاجتماعية فقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودان أو يومجساوين فبتالي هنا مسألة مهمة جدا هي مسألة التنشياء الأسرية التي نشأ عليها هذا الفرد بحيث أصبح ردة فعله ردة فعل قوية أو سلوك حاتجة والدي لا بد أن نقف معها وإن شاء الله بإذن الله خلال مسارنا خلال هذه الجلسة سنقف على مسارات التنشياء الاجتماعية والتنشياء الأسرية وكذلك أيضا من خلال المواقف التي شهدناها وكذلك أيضا من خلال ما لمسناهم كجمعية اجتماعية عمانية وكذلك أيضا كباحثين اجتماعيين في المجتمع العماني وفي هناك أيضا جمعية تحمل نفس هذه التسمية رعاية للمسنين فلهم كل تقديلة حقيقة دورهم مقدر نتأكد أيضا بتعاون كبير ووفيق بين وزار التنمية الاجتماعية وبين هذه الجمعية بنسمع أيضا المستمع الكريم الشريك الحقيقي لبرنامجنا وأكيد بنسمع بعض القضايا أو ربما بعض الحديث اللي ممكن كذا تكون عبرة لمن يسمعنا الآن من معنا لأسف أحمد العبري عبدالله العبري تفضل لك عبدالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا أخوة الكاب الحالة طيب الحمد لله بارك الله فيك أخو ونشوفك الكرام تفضل لك الكريم طبعا أنا أوقع الكلمة للأخوان والمجتمع أن يريعوا الآباء والأمهات أهم شيء الآب والأمه في الأسرة زين أن لا يكلم عليهم أن لا يرفع صوتهم ولا يرفع يديهم عليهم لأن هذا ربيهم من يوم صغر ربيهم وكبروا واشتغلوا وتوظفوا وولدوا وفي النهاية يعني أفو والديه أنا صراح أقدم لهم نصيحة من هذا المنبر فأي شخص يعني يحترم والديه ويقدرهم حتى إذا مثلا صراح مريض ما يقول أنا صراح ما هذا والدي أو والدي ما عودهم لا طيب لك إحني قيامهم طيب شكرا جزي لك عبدالله سؤال الثاني لأخارج بخصوص بقال هذا جمعية من السنين لا كيف يستقبلوا هذه الحالات يعني طيب شكرا جزيلا جمعية المسنين ما تستقبل حالات إنما لها أدوار معينة وزار التنمية من خلال دار رعاية لهم أكيد شروط معينة في هذه المسألة من معنا سيف عبدالله الذهلي أخ عبدالله سلام عليكم وعليكم السلام أبو محمد كيف الحال بخير الله يعطيك تسلم يعطيكم الصحة إن شاء الله موضوعكم الله يبارك فيك تفضل جميل اليوم عفوا وأقول موضوعكم جميل تسلم يا سيدي شكرا شكرا لضيوفك الكرام بارك الله فيك الله يسلمك حقيقة أنا وأنتو قالت سين تتكلموا عن هذا الموضوع عن موضوع المسنين يعني استحضرتني حادثة بسيطة صارت لي من فترة طبعا عكسية هي مش الإساءة المسنين لا يعني هي هي كيف إكرام المسنين أنا حقيقة في فترة وفترات يعني تعرض لأحد الزملاء اللي حادث واضطرت أني أكون معاه في المستشفى إلى الصباح نعم طليت الفقر طررت من المسجد وأشوف واحد كان قنبي يطلي نعم انتظرته برا في مسجد في مسجد المستشفى نعم آه سلامات كيف الحال الحمد لله لأمور طيبة ولكن والدي مرقفل هنا في المستشفى وكبير في السن يعني بالكاد يحس اللي حوالي نعم وأن حقيقة يوميا أجي أكله أعطي الأكل أعطي الفطور الله يوميا قطعا ما أروح الدوام جزال أخير يعني هذا الموقف يعني استحضرني الله الله أشوف العكس يعني يمكن حد يسير لوالدي أو لكبار السن هذا يوميا لمدة كذا شهر وهو يجي قبل الدوام يأكل أبوه يفطر أبوه ويرقع لدوام هذه الفطرة الإنسانية عبدالله ترى ماشي غريب أه آه ماشي هذه الفطرة الإنسانية يعني لابد أن نقوم بهذا الدور والزيادة وأكثر يعني سامع القصة اللي واحس سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه أنا يعني هل وفيت بحق أمي قال لي إيش عملت إيش سويت قال والله أنا طفت بيها وهي على ظهري أمرأة كبيرة مسنة أو كذا من هذا القبيل قال لي زفرة واحدة أثناء ولادتك ما وفيتها تخيل زفرة يعني مهما عملنا ومهما سواء ما نكون أحنا المقصرين أبانا وأمهاتنا أكيد وأنا أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد الجميع اللي يسمعنا الحين أهلها الله في كبار السن ما لازم يكون والديك صحيح أحسنت الله الله صحيح آمين آمين رب العالمين الله هذول القناديل في البيوت اللي تضيء قناديل البيوت هذول عبدالله هذول البركة في البيوت أيو الله هذول البركة في البيوت نعم وحنا في عمان نعلم شعوب ونعلم الناس الثانين الله الله بهذه الأخلاق اللي احنا أساسا منظم قواعدنا منظم تربيتنا جزاكم الله خير تسلم أخي عبدالله شكرا جزيلا لك يعني عزيز غالي ومداخلتك رائعة وجميل أخي الكريم شكرا جزيلا شكرا يذكرني عبدالله ذهلي جزاك الله خير عبدالله يذكرني بواحد سألوه يوميا كان أيضا يزور والده ولا والدته وهو يعني مكان فاقد الذاكرة هاي بالقصص المعروفة فقالوا لي أخي يعني كفاية كفاية يعني خلاص قال كفاية إيش كفاية أنك تزور أبوك لأن ما يعرفك قال إذا ما يعرفني كانت عن الأم أو عن الوالد إذا ما يعرفني هو فأنا أعرف أن هذا أبوي أعرف أن هذه أمي حتى لو كان هو واصل إلى درجة أنه ما يعرف يفرق ولا يعرف حتى يتذكر اسمك ولا يقدر يمكن يفتح عيونه بس أنت تعرف اللي مرقد هناك هو أبوك وأمك قال شوف الرد البليغ قال إذا ما هو يتذكر وإذا ما يعرف بس أنا أعرف أن هذاك أبوي أو أمي اللي موجودة دكتور عبد المجيد ما نسمع قصص اليوم لأننا فعلا محتاجين بأن نسمع حتى تصل هذه الرسالة للبعض اللي مع الأسف ربما صار على قلبه شيء يعني ربما شيء بعض الغبار صار عليه وما يعرف أن هذا أبو أمه بعد الله سبحانه وتعالى للفضل في وجودنا اليوم على هذه الحياة القضايا كثيرة ولا نذكر منها إلا القليل العقل لا يأخذ المجتمع أن الوضع سوداوي لا أبدا ولكن نذكرها أيضا للعبرة ونذكر أيضا لعقل تصحيح الوضع لدى فكر بعض بعض فئات المجتمع التي قد تغتر بالمال أو بالصحة أو بالوظيفة أو بالشهادة أو بالقاه أتت امرأة كبيرة في السن في لجنة من اللي كانت توفيق المصالحة هي وابنتها تشكو الوضع من ولدها الوحيد توفي والدهم وهم صغار ربتهم تعبت في تربيتهم حتى اشتد عودهم وحصى على شهادة جامعية ثم توظف في جهة درت عليه والله الحمد دخلا طيب بعد زواجي اختلفت الأم والزوجة على كوب زقاقي لا إله لم تعلم الأم إلا وابنها قد أخذ أولاد وزوجتي وانتقل وخرج فجأة على كوب انتقلوا بعد الانتقال بدأت الأم تبحث تتصل على ولدها هاتفها وهذا الوحيد ولدها الوحيد الذي ربته وهو صغير ولم يعتني به إلا أم وهو يتيم لا إله ابنتها لا زالت في مراحل الدراسة صغيرة صغيرة كلما حاولت تتصل بهاتف الابن الهاتف مغلق بحثت عن مكان العمل تتسائلت عن المنزل القديد كلما وصلت إلى المنزل القديد اليوم الثاني ينتقل وتكررت أكثر من ثلاث مرات مضت على هذا الوضع ثلاث سنوات تقدمت إلى لقنة توفيق المصالحة في تلك الولاية أرادوا التصرف معه بنوع من الحكمة أن لا يتصلوا به أو يرسلوا له حسب الإقراء المتبع ورقة للإعلان لأقل الحضور تواصلوا مع إمام المسجد القريب من المنزل لأقل يذهب مقرد إن وصل وأراد أن يفاتح الموضوع معه الموضوع أغلق أغلق الموضوع واليوم الثاني تقل انتقل أيضا من المنزل وهكذا إلى أن يأست المرأة من أن تجد ولدها وطبعا هذه هي جهات رسمية لديها نظام لا تستطيع أن تترك ملف لطلب مفتوح لما لا نهاية وكان قايم في المسجد كان يتردد على المسجد يتردد على المسجد يصلي الخمس في المسجد أو يعني المهم أنه قريب في المسجد فيصلي في المسجد يصلي في المسجد وراح للإمام وراح للإمام لأقل يناقل وصالحت مع أمة نعم وربما شيخي بعد صلاة الفروضة نعم بعد صلاة ثم انتقل يعني تخيل نحن هذا لا تعليق هذا لا تعليق حاولنا أن نتلطط في مسألة الإبلاغة لا تكون لها صفة رسمية ولكون أنه قانون توفيق المصالحة أتاح في مواد الاستعانة بذول خبرة أو من يمكن أن يصلح ذات البين بأمان لهم دور يعني أمة المساجد يعتبروا بين المجتمع وأصدقاء الناس من يتمس بهم الإصلاح والمجتمع وثقة دورهم الأرشاد الديني الله ثقة نعم ومع هذا انتقل وهذا موضوع من عشرات القضايا التي يمكن أن تتحدث عنه نحل ولا ما نحل اليوم؟ للأسف لم نستطع أن نصل إليه لعقل نجلس معه ونسمع منه أنا أنا ما أقدر أعلق عشان بس لا أحيانا من الواحد تطلع كلمة من هنا ولا من هنا يعني السيد عبدالله البلوشي بتعلق والله الموضوع يمكن مركب ومعقد يعني أنا ما أقدر يعني يمكن يوصل الابن لهذا السلوك الحاد فعل ولا بد تكون فيه ردة فعل أنا أتوقع أن ردة فعل الأم وتصرفها أم كان تصرف كميل جدا وحكيم جدا فيه شيء لبعثته وحيث أنها قامت يبحث عن أبنها يحن الأم أو الأم الأم الضل الأم مهما كان يحن الأولاتهم شي نهائيا سبحان الله نصير مع الأسف مع الأسف إحنا إحنا حيانا العاقين إحنا أحنا الأبناء إحنا مع الأسف العاقين أما الأب والأم والله هذه أقول لك المساحة من التسامع ومن الرضا وعدم يا أخي حتى فيه خاطر ممكن يأخذ عليك مهما عملت تخيل فشوف المساحات كيف موجودة أبضل صغير في عينه مهما كان يعني مهما كان يعني بحثها عندنا الدائم والمتواصل هذا يدل على عاطفتها تجاهها ومحبتها تجاهها لكن المستغرب والمتفاجئة منها من تصرفها وردة فعلها تجاه هذا الموقف فلا بد يكون موضوع شيء آخر فلذلك يعني هذه الرسالة يعني من خلال البرنامج هذه نوجهها لهذا الشخص لو كان يستمع عنه وللآخرين أيها ربما يعني قضية نأخذ أمزلة على ذكرة نأخذ أمزلة لأنه أممه أو يعرف هذا الشخص نقول لا بين قوسين أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك اتقل الله في والديك اتقل الله في والديك لأن معاك أولاد أيضا فكما تدين تدان القصة المعروفة اللي ما أعرف حقيقتها اللي يوم من الأيام واحد شاء الأمه ولا شاء الأبوه بلهجتنا إلى السيح يبي ينزله قال يوم بترجع بحط لك مكان أو يجيب لي برنوس أو غيره عشان أنت أيضا ابنك بيجيبك في نفس الموقع وفي نفس المكان هذه من القصص اللي نسمعها ربما موجودة ولا ما موجودة بس يا أخي يوم تسمعها تقول هذا هو الواقع مع الأسف نأخذ مكالمات وبعدين وزارة التنمية إلى ممكن أيضا كيف ممكن تتدخل في منثل هذا الأمر من معنى من معنى سالم لغداني أخ سالم السلام عليكم سعاد الله مرحباك أستاذ خالد أهلا وسهلا بك يا أهلا وسهلا بك أخ سالم الموضوع جميل وشيء أيضا ببرة أصلا يزاك الله خير تفضل والله لدي كنوعا من المخترح نقول أين أدوار الأندية نعم لماذا لا تكون هناك لجان مثلا من هذه الأندية كالجان اجتماعية اي نعم قوم بالأدوار حينما نسمع عن حد مثلا ابن وأبا مثلا لديهم بعضا من الخصومات أو كذا نقوم بالأدوار حول هذه القضية لا داعي أننا تتشعب وتكبر وتصبح إلى الأجران نتدخل كهذه اللجان مثلا وأيضا حتى النساء لها أدوار في بعضها بعض مثلا الأم وابنتها يعني متخافمات قد تشكل هذه الحلة لجنة بسيطة دائما تكون معروفة لزيارة الناس وتقوم بدور المصالحة في ولايتها في اليوم أفراد موجودين في الولايات من أبناء الولايات في التوفيق والمصالحة لهم مثل هذه الأدوار أخ سالم ومناخ تفاصيل الموضوع من دكتور عبد المجيد الأغبري بعد شوية وما تتفضل في دور الأندية أو دور جمعيات المرأة أنا أتفق معاك اليوم أيضا جمعية المسنين لها فروع في بعض الولايات وقايمة بهذه الأدوار الدوايل المعنية بوزارة التلمية الاجتماعية أنا أتوقع هذه من ضمن مهامهم أيضا في ولاياتنا يا أخي القريبين من البيت هكذا هو الذي أسعى إن أوصل إليه أقول على إن ليس ننتظر الأدوار الفكومية أو الجهاز الرسمية ما اتفق معك وإلى آخرة إحنا يجب إن نقطع من البداية قبل الوصول وتشعب الموضوع إلى أكبر من ذلك خينما نسمع مثلا قضية بسيطة بين جار وجارة بين أخ وأخي بين ابن وأبا نتدخل إحنا أصحاب القرية بأنفسنا الله حتى لا تكبر المسألة وتصبح أمورنا أهل القرية فيما بيننا كأجوار هذا ما تتفضل بي موجود في قرانه وأتمنى أن نحافظ عليه ونعرض على النواجد عليه يعني هذه من من السمات الطيبة في قرانه العمانية لابد أن نحافظ عليه نعم نعم شكرا جزيلا جزاك الله خير جزاك الله خير أخ سالم جزاك الله خير هي فعلا أحيانا تكون قضية بسيطة يكون التدخل السريع فيها لقطع يعني أي أي أفكار ربما أو تصرفات فيما بعد نوصل لدرجة أحيانا مثل ما تفضل دكتور المجيد القطية تظل ثلاثين سنة في مشكلة ولا ما في مشكلة يا أخي نسيناها خلاص نسينا إنه في مشكلة أساسا لكن مشكلتنا نظلنا تخاصم أب وابن ثلاثين سنة هنا الإشكالية يعني كيف كيف حلالي عيش من غير ما أكون مع أبوي ومع أمي كيف أتهنى بأعياد دينية ولا نحن تقوسنا في عمان لنا تقوسنا الخاصة في عمان ونبعيد عن أبوي وعن أمي في الآخرة أنا أقول لي لولدي ولا بنتي تقول لي ليش ما نروح نتجدي إيش تقول له أنا زعلان على جدك ليهو أبوي ليش ما نروح نتجدتي أنا زعلان على جدتك على جدتك يا فلان جدتك من هي أمك تخيل كيف ممكن يكون الجواب وكيف ممكن تكون ردة فعل الأبناء على أحيانا كلمة أو تصرف ما نعرف أبعادها نهائيا من معناسي من لمحاربي من أحمد لمحاربي تفضل أخي أحمد السلام عليكم وعليكم حمد لمحاربي تفضل أخي حمد أهلا وسهلا بي أحمد بن حمود بن ناصر المحاربي من حمي ولا تبيل بيت تفضل أخي الكريم أبو محمد كلامك طيب وشيق وبرنامج محبوب للجميع وعن صلة الأرحاب وعدم القطيع القطيع ما تقوز يعني قطعك الأرحم عن صلة الأرحم وفرض وحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك وتحس المسلمين والمسلمات أن يتواصل مع ما بينهم ولكن الآن في تواصل اجتماعي وفي أشياء تواصل اجتماعي وأجادة ولكن الناس مشغول يا وسائل خالد التواصل اجتماعي والقطيع اجتماعية صارت يا حمد المحاربي يعني عني أخوة ثلاثين سنة ما يلتقي وما يكلم بعضهم أو أخو أخت هذه المصيب يا رسال خالد والله صاير قسم بالله صاير 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 محق أنت صحيح والخطة بصلاة الجمعة والإمام يبكي والنس تبكي لو إحنا حاضرين حاضرين وإحنا نبكي ترى نا إحنا نبكي بعد إحنا نبكي مع الخطيب بس مقاطعين أبونا مقاطعين أمنا شاكي على أخوي يوم اللحد بنتلاقى عشان عامل تكرمون بالوعب جنب جنب البيئ عش هذا يعني حادث الرسول والسلام على عدولنا والمحافظة وواجب الناس يا أخي قبل لا تود لآخرين ودها لبيتك نعم لا نكون ممثلين ونعمل أنفسنا أبطال تمثيل وإحنا قاعدين نمثل على أنفسنا ولا نلبس أقنعة نلبس أقنعة في البيت قناعة وفي الشارع قناعة وفي المسجد قناعة وعند أصحابه قناعة وفي المسجد نكون دور هذاك التقي الورع وبعد شوية تروح إلى البيت تسمع صوت والد ضار بنا بصوتين هذا واقع هذا واقع ما أتكلم من خيال نهاية صح يعني أول قال الله تعالى الصلح خير لا ما فيها آية الصلح خير أنا أتفق معك لكن ما أعتقد أنها آية آية في القرآن آية قرآنية من أي سور الصلح خير والصلح خير والصلح خير والصلح خير نعم والصلح خير نعم نعم صحيح القرآن يحسن المسلمين جميعا الإنسان قاره غير المسلم عنده قار غير المسلم يوده كان الرسول و أخلاقه و وسيرته و وسيرته و وسيرة الصحابة و أهل بيته الكرام يعني كان جار يؤذي كان جار يؤذي كان جار يؤذي سأل عنه في يوم من الأيام ما شافر للوصخ أو من كان يتركه عند باب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو في طريقه فسأل عنه فراح يزوره ما بالك أن تتعمل خطيئ معك شكرا لأك حمد شكرا جزيلا لك أخير سأل خالد أه مرني ما يمر عليك عجب نطلب من الجميع من الخطبة من العلماء من المشايق من الولاء أن يحس الجميع للمحبة والأخوة وهو ناشد عبر إذاعة صنعت النعمان الأخوة والمحبة بين المسلمين جميعا إن شاء الله كلنا يد واحدة وكلنا قلب واحد وكلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان يحب محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيقاره من كان يحب أصحاب أهل بيته وعترته وأولياء الصالحين أن لا يقولوا إلا كلمة حق الله الله شكرا لأك حمد شكرا لأك حمد من آذاني من آذاني الله أحق الجار وسيد فاطمة الزهراء عليه السلام رضي الله عنه عندما بشروا قال بشرتوني بجار جار أهم شيء الجار قبل الدار صحيح صحيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا حمد تكثر الحقيقة يعني القصص والقضايا وغيرها من هذه الأمور ناخذ فاصل نرجع نتواصل وربما تعليق أيضا من أضيوفي داخل السوديو يخلكم معنا في حلقة من الحلقات الاجتماعية عقوق الوالدين هذا هو موضوعنا في البث المباشر من أجلك الآن مستشفى مغربي على مساحة أكثر من ألفين متر مربع وبعد إضافة ثلاث غرف عمليات وثلاث عشر وحدة تنويم جديدة بمواصفات عالمية وبخبرة عشرين عاما في الصنطنة مع طاقم من أفضل أطباء والاستشاريين وأساتذة الجامعات المعتمدين من أكبر الجامعات والمعاهد الدولية وزارة الصحة تمنح مركز مغرب الترخيص كمستشفى ليصبح مستشفى مغربي الأول والوحيد المتخصص في العيون والأذن بالسلطنة اتصل الآن على 959-5909 مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط لتنبض حواسكم بالحياة البث المباشر منكم أقرأ اثنين أربعة ستة تسعة واحد أربعة أربعة ثمانية البث المباشر اثنين أربعة ستة تسعة اثنين ستة 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 البث المباشر منكم أقرأ أقرأ مرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام في حلقة اليوم حلقة اجتماعية حلقة إنسانية حلقة لابد أن نسلط الضوء نعم ما ظاهرة لكنها موجودة في مجتمعنا ومجتمعنا مثل أي مجتمع آخر يعني اليوم نسبة من يعول والدي ويحترم والديها النسبة الغالبة وهذه الطبيعية أسازا هذا الأمر الطبيعي نسبة قليلة نعم نسبة قليلة موجودة ولا تشكل أي شيء في مجتمعنا التراحم المتماسك الجميل اللي فيه من الخصال الكثير والكثير حقيقة لكن يوم تسمع أحيانا والله يعني تستغرب لدرجة إن كنت تقول إحنا وين موجودين والوين رايحين ويارب إحسن الخاتمة وحبب يعني أولادنا فينا وإحنا نتمسك بأولادنا حتى فعلا يعتنون ويهتمون بنا لأن هذا خيط وهذه سلسلة متواصلة دكتور عبد المجيد بن يوسف لغبري مدير أمانة سر لجنة التوفيق والمصالحة بولاية السيب مرحب بك دكتور عمر الأخرى السادة محمد بن سيف المعمري مدير دائرة المسنين بوزارة التنمية الاجتماعية مرحب بك سادة محمد والسادة عبد الله بن محمد بلوشي خصائي اجتماعي عضو في جمعية الاجتماعيين العمانية سمعنا بعض ما سمعتم أستاذ محمد المعمري في الدائرة وبشكل إنساني وبجهودكم الشخصية أو أحيانا بحكم الوظيفة كيف نمنع كيف نوقف كيف نتدخل لمنع مثل هذا الأمر؟ تمام لنقترب كثيرا يعني من ملف المسنين إذن بهذه الصورة وبالتالي نحن نقول أن هناك 141 ألف مسند في السلطنة وهي تمثل نسبة تقريبا 6 في المية منظم من أي حصائية سادة محمد؟ حصائية 2015 آخر ما توصلنا إليه فإذن هم يمثلون 6 في المية وبالتالي فإن مثل هذه الحالات قد تكون فعلا موجودة ولكنها لا تمثل مثل ما تفضلت وقلت لا تمثل القضية كلها هناك يعني موضوع التراحم والتواصل أكثر بكثير وأعمق في سلوكنا يعني كأفراد وكمجتمع من الحالات التي لا نرحب فيها ولا نتمنى أن تكون يعني موجودة في إطار مجتمعنا لعل هناك أربع محادثات هاتفية كانت قبل قليل معظمها تنادي وتطالب بمراعاة الولدين والتخلق بأخلاق الإطلاق والعادات واللطف في التعامل معهم وإلى آخرين باستثناء مكالمة واحدة التي يعني نادت بموضوع إبراز دور الأندية واللجان الاجتماعية نعم وهذا جيد أيضا هذا جيد نعم هنا العودة إلى المحور الذي بيضعناه في البداية وهو يعني مؤسسات تنشئة المجتمع هي الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام والجماعات وإلى آخره من هذه المؤسسات يعني لعل ما رد أي سلوك لاحق وتخلق ذلك الشخص الفرد يعني بنمط معين من التربية والتنشئة الاجتماعية في بداية حياته هناك كثير أيضا من المعتقدات والأفكار اللعقلانية الخاطئة التي يرزحوا تحت وطأتها أفراد المجتمع تلك التي يميل بعض الأشخاص إلى انتهاج أو إلى سلوك معين تجاه القضايا المختلفة سواء كان ذلك السلوك عبارة عن مشاعر أو انفعالات أو حتى سلوك حركي أو لفظي فبالتالي هناك جزئيتين جزئية المعتقدات الخاطئة وجزئية السيمات الشخصية للشخص نفسه المأخوذة من ما تلقاه من تربية وتنشئة كتماعية وثقافية تلك التي تشكل يعني إطاره المعرفي وبالتالي إطاره السلوكي ذلك الذي يدعوه إلى مثلا العناد والاستمرار في القطعة والهجران والصد بس توصل لهذه الدرجة عشان أيضا منعتي عذر للآخر يعني والله تنشئتي كانت تنشئة ربما فيها من الصعوبة أو فيها أحيانا من تحكم معين أو غيرها أو ما تلقيتها في بيتي اليوم أنا ممكن أجازي في والدي ووالدتي بسبب والله لأن في نقص معين في خلل معين في تربية معينة كانت من الوالد هل يعني هذي تكون مبرر للأبناء سيدة محمد المحمد؟ على الإطلاق لكن نحن نوصف لعلنا نوصف لحالة ما يتعلق بالوزارة التنمية الاجتماعية قلنا قبل أن هناك خدمات لإرشاد النفسي سواء عن طريق الدائرة وبالتفاعل والتنسيق مع دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية فخدمات الإرشاد النفسي للمسنين كغيرهم من أفراد المجتمع هي متوفرة بالإضافة إلى أعمال التوعية الاجتماعية التي تقوم وتطلع بها الوزارة في مختلف تشكيلات وتقسيماتها على مستوى الفروع السلطنة بأكملها ما يتعلق بالدول والاختصاص فيما يتصل بلجان الاجتماعية في الولايات هناك 61 لجنة تنمية الاجتماعية تتبع مكاتب أصحاب السعادة الولاة هذه اللجان هي تعمل نفس عمل الوزارة تقريبا وتحاكي اختصاصاتها ولعل كثير من هذه اللجان تطلع بالدور الذي نتحدث عنها والذي نطلبه الآن وهو لماذا لا تنهض بمسؤولية احتواء مثل هذه الحالات وغيرها من الحالات التي تمثل حالات مشكلة أو حالات معضلة نعم هناك كثير من اللجان حسب علمي ومعرفتي تحتوي كثير من المشكلات سواء كانت مشكلات مسنين أو مشكلات أخرى غير المسنين يعني دور دوافقي دور تصالحي دور تسديد مصالحة هكذا يعني حتى أنه على المستوى المحلي نستطيع القول الآن أن هناك دوائر التنمية الاجتماعية ممثلة في أقسام التنمية الأسرية تتطلع بهذا الدور أن هناك ليان التنمية الاجتماعية والتي يشرف عليها ويترأسها أصحاب سعادة الولاة والوزارة طبعا هي التي تشرف عليها بشكل كامل تعمل في نفس الاتجاه أن هناك أيضا ليان التوفيق المصالحة هذه جيدة حقيقة وبالتالي وأصحاب الخير الموجودين في كل القرية وفي كل مكان في بلادنا يعني موجودين بالضبط وأصبح العمل في هذا الإطار يعني بشكل منظم مثل ما تفضلت وقلت قبل أخالي أن هناك جمعية أصدقاء المسنين تلك التي يعول عليها التوعية الاجتماعية والوقاية في مجال تنسيق أيضا دعونا أشرككم في هذا الموضوع يا أخي قبل أن أوصل أنا إلى دائرة معنية لجهة حكومية أو أروح للمصالحة الجهة أيضا في الأخير جهة حكومية صح أو لا دكتور عبد المجيد يعني ابن اختلف مع ابوه تمام؟ طيب هذا الأخ ما عنده أخوان؟ ما عنده أخوان؟ طيب نفترض ما عنده أخوان هو الوحيد ما عنده أعمام؟ ما عنده أعمام؟ ما عنده أخوان؟ دعونا أخذها بطريقة هذه بهذا التدرج يعني العم ما هو أب أيضا الخال ما هو أب الخالة أيضا ما محترمة من الابن؟ العم ما محترمة؟ يعني ما ممكن حتى يتدخل؟ يعني ابن في حالة طيش في حالة غضب في أي حالة من الحالات أنا ما أبعطي عذر نهائيا لكن أفترض أن في هذه الحالة تفوه بكلمة على أبوه هنا ما من الواجب قبل لا نوصل لهذه الدائرة أو تلك الدائرة أو نطالب الجمعية أو غير من يتدخل أو إعلام يثير قضية أو خطيب مسجد يخطب بجمعة أخ ما يقدر يهدخوا بلهجتنا ما يقدر ينازعه ما يقدر يوقفه عند حده عم ما يقدر يتدخل وزمان كان يقوله حتى القاري ربي الله أكبر ربنا جيرانا يا أخي بالضبط عم عم يقدبك مثل أبوك ترى الأدب ما معناه تأخذ خيزران ورقعة هذا النوع آخر لكن بكلمة بنصيحة بتحذير معين يعني كل هذه أمور إحنا وين عنها؟ أنا متأكد أنها موجودة واليوم ما توصلنا كثير من الأخبار لأنه توخذ وتحتوى من الداخل ساد عبدالله البلوشي هل هذه من أدواركم؟ هل هذه من رسائل ممكن توجوها أيضا للمجتمع؟ يمكن إحنا وسائل التواصل شغلتنا وايد وايد ألهتنا وايد جابتنا أفكار من الخارج إحنا محتاجين نعمل بين فترة وأخرى مراجعة لأنفسنا إيش اللي قاعدين نقراها إيش اللي نتلقاه من الصبح لين ننام من فيديوهات سلبية من كلمات سلبية من قروبات سلبية من أفكار أحيانا غريبة وعجيبة على مجتمعنا والبعض مع الأسف يبي يعملها واقع على مجتمعنا ساد عبدالله البلوشي إحنا دائما يعني في مسألة موضوع الناحي الاجتماعي في كمجتمع هي مسؤولية جماعية وإحنا كاجتماعيين في هذا في هذه النقطة نقف على نقطة أهم حاجة هي مسألة التوعية والوعي إحنا من تعامل على التوعية ووعي المجتمع نركز على أهم فئة هم الأبناء نفسهم لأن الإبن اليوم صغير في السن وإبن فيما بعد يكون إنسان ناضق شاف في المجتمع يقود المجتمع فكثر ما كان تركيزنا على هذه الفئة بتقديم خدمات التوعية بتقدير قيمة بر الوالدين وكذلك ايضا الاهتمام بالمسن وكذلك ايضا رعايته وتقديم الاهتمام في كيفية التعامل معه لحنا الحين حاليا لما نشتغل في برامجنا الاجتماعية وخاصة نقدم يحتاجين الحين حاليا ما يسمى رخصة قيادة الأسرة وانا نادي بهذه رخصة قيادة الأسرة واحنا ننادي بهذا في مجتمعنا العماني مثال على سبيل المثال المجتمع الماليزي كان مثلا على سبيل مثال نسبة الطلاق في المجتمع المالي تصل الى 70% نسبة عالية بعد تطبيق البرنامج هذا ورخصة قيادة الأسرة قبل لا يتزوق الشخص يدخل الى رخصة قيادة خفضت نسبة المشكلات الطلاق نسبة الى 7 الى 5% يعني 7 الى 5% نسبة كبيرة جدا اشتغلوا اشياء للخوط السحرية طبقوا برنامج رخصة قيادة الأسرة قبل الشخص لا يتزوج او يكون أسرته ياخذ الى برنامج رخصة قيادة الأسرة مثل ما الى الحالى عندنا رخصة قيادة المركبات لا بدكن في رخصة للأسرة وقيادتها وكيف تقيد للأسرة وكيف تكون للأسرة وتنشع عليها من ضمن هذا الأشياء احنا كمنظور شخصي لهذا الموضوع انه اول حاجة خطوبة بلا صعوبة ربما اول سنة زواج اتكيت حل الخلافات الأسرية فيما بعد في بيتنا طفل اخر نقطة في بيتنا مسن ياخي اشتغلوا عليه اعلاميا هذا الموضوع ابدالله البلوشي هي من الافكار اللي طرحنا احنا زمان ونادينا بيها اليوم حنا نتكلم عن عقوق الوالدين ما بيتكلم عن نسبة الطلاق معنا وتناولناها في حلقة من الحلقات واجبنا الاحصائية من وزار التنمية الاجتماعية شيء ما تتخيله دكتور عبد المجيد كنت موجود معنا مشارفلنا في هذه الحلقة كان دكتور عبد المجيد وكان عنده ارقام وعنده حوادث غريبة عجيبة توصل الى اللجنة محتاجين كلنا يا اخي نوقف امام اي اشكالية تهدد مجتمعنا اي اشكالية تكامل ادوار حلقات ضرورة مولحة احنا احنا ما نبغى نثرثر اكثر من كل فعل احنا ويد نسمع احيانا تسمع ايش يسمون هذا كل مثل ما ارى طحينا لكني اسمع اسمع بس صوت المطحنة اسمع صوت المطحنة احنا محتاجين نسمع صوت المطحنة وناكل طحين اليوم كم من تغريدة كم من جروب كم من ستجرام كم من سناب شات كم من فيسبوك نسمع ما نسمع كم من فكرة اليوم يذكرها بعض وهم كثر الحقيقة الايجابيين في وسائل التواصل نبي افكار ايجابية ما بغينا سوداوية ولا بغينا تشاؤم ولا بغينا احباط ولا بغينا نكسم ايضا نركز على نماذج الناجحة في المجتمع لان دائما الحسنات يذهبنا السيئات وبالتالي احنا لا بدنا نركز على نماذج الناجحة في المجتمع نماذج الراقية في المجتمع طموحات المجتمع مجتمعنا محتاج الى اشياء تنورة اشياء توصل للمعلومة بالسهولة ايضا اشياء تجذب انتباهها اشياء توصل للشيء وتحل مشكلته افكار غريبة جميلة قابلة للتطبيق في المجتمع نشتغل عليها خارج الصندوق او التفكير ابداعي هذا ما نحتاج له في بلسمة او التعامل مع مشكلاتنا وليس التعامل معها بطريقة اوحادية او طريقة تقليدية ايوه وبحد بيجي من اي مكان لا من المريخ ولا من الزهرة ولا من اي موقع اخر عشان نحل مشاكلك احنا في هذا المجتمع من حل مشاكلنا بايدينا وما بنحتاج من حد اي فكرة خارج الافكار اللي احنا عندنا من الافكار بما ممكن ندرسها للاخرين حتى لكن ما في اسبوك علمنا او احيانا فكرة جينا من الخارج ولا تبناها ونقول هي هذه الافكار الجهنمية اللي ممكن احنا ناخذها بعيدة عن عاداتنا وبعيدة عن تقاليدة وبعيدة عن تماسكنا وبعيدة عن قيمنا وعاداتنا وغيرها من هذه الامور ناخذ مكالمات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبا محمد من معنى السلام السلام عليكم أخ زيف العوفي مرحب بك أخ الكريم مساك الله بالخير أبا محمد مساك الله بالنور والرضى الله يسلمك بارك الله فيكم حقيقة غرس الوالدين يبدأ من الأسرة صحيح ثم ينطلق من المدرسة يعني الطفل إذا تربى منذ نعومة أظافري على حب الوالدين سوف يكبر مع هذا الحب لحد ما يكبر في السن فحقيقة الوالدين اقترنوا لأهميته مع العبادة نعم يعني الأهمية إن اقترن الله سبحانه وتعالى قال وقضاء ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين وقضاء ربك الله ثمن العبادة بالوالدين هذا جانب أنا حقيقة ما عجبني في لجنة التوفيق المصالحة اللي هم ذهبوا لحل هذه الإشكالية فسؤالي هل اللجنة تبادر بنفسها أم تأتيها مثل تلك الحالات تمام هذا سؤال اللجنة نعم بعدين دائرة المسنين بوزارة التنمية حقيقة تشكر على هذه الجهد وأنا حقيقة كم حالة سمعت أن دائرة المسنين استقبلت اللي هم اللي معدهم أولاد يعني هم اللي مقطوعين من شجرة بعض المسنين كان في يعني كان أول لأما كان في شبابهم أو استطاعتهم كان يقوم بإدارة شؤونهم لكن بعد أن وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة قامت دائرة المسنين باستقبالهم ورعايتهم وحقيقة هذا في ميزان حسناتهم وسؤالي لدائرة المسنين هل تقوم بتقديم خدمات ومساعدات إلى المسنين إلى منازلهم والأخير هل من تلسيق بين لجنة التوفيق والمصالحة وبين الجهات الأخرى في مثل تلك الحالات طيب شكرا شكرا جزيلا يا حبيبي شكرا جزيلا قبل أن نجاوب أكثر من سؤال وجميل سيف دائما من معنا؟ أخ سعيد السيابي مساء الخير مساء النور أبو محمد كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم أهلا وسهلا بك مرهوة تحياتي لذيوفك الكرام يزاك الله خير تفضل أخي الكريم بس أبو محمد طبعا المجتمع الأمامي مجتمع واعي بالأشياء اللي الدور حوله يعني صحيح لكن إذا في تصرفات فردية من أسرة أو من شخص معين هذا معنات أن المجتمع الأمامي ظاهرة أو حاجة من الأشياء هذه في عقوق الوالدين نعم هنا أن طالب اللي هو التكثيف الأعلامي في مثل هذه الأمور واللي هو الوعظ والأرشاد في أمة المساجد والمدارس ومختلف الوسائل الأخرى نعم إن شاء الله إن شاء الله هذا اليوم جانب من أدوارنا في الهيئة وفي القطاع السمي تحديدا في الإداعة نحن نقدم هذه الحلقة نعم هي مثل الفلاشات هذه نفس الشيء وكان اللي هي أبو محمد دور الكوميدا نفس الشيء يعني بارك الله فيك بارك الله فيك فاصل ونرجع إن شاء الله نتواصل في الحلقة وأكيد ما نعلق على ما ورد في المكالمات الأخيرة لا تكونوا بعيدين خلوكم معنا دائما مع البث المباشر من أجلك الآن مستشفى مغربي على مساحة أكثر من ألفين متر مربع وبعد إضافة ثلاث غرف عمليات وثلاث عشر وحدة تنويم جديدة بمواصفات عالمية وبخبرة عشرين عاما في السلطنة مع طاقم من أفضل أطباء والاستشاريين وأساتذة الجامعات المعتمدين من أكبر الجامعات والمعاهد الدولية وزارة الصحة تمنح مركز مغرب الترخيص كمستشفى ليصبح مستشفى مغربي الأول والوحيد المتخصص في العيون والأذن بالسلطنة اتصل الآن على تسعمية وتسعة أربعة وخمسين تسعمية وتسعة مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط لتنبض حواسكم بالحياة مرحبا بكم جميعنا في حلقة اليوم نتكلم عن موضوع اجتماعي موضوع إنساني كما يبدو محتاجين أكثر من حلقة في هذا الموضوع دكتور عبد المجيد بن يوسف الأغباري مدير أمانة سر لجنة التوفيق والمصالحة بولاية السيب السادة محمد بن سيف المعمري ومدير دائرة المسنين بيوزا التنمية الاجتماعية السادة عبد الله بن محمد بلو شيخ صايا اجتماعي عضو في جمعية الاجتماعية العمانية مرحب بكم جميعا السيف قبل شوية كان ومن كان بعد أيضا واحد من الاخوان السيف طرح أكثر من موضوع حمد المحاربي وسالم لغداني هؤلاء اللي اتصلوا قبل شوية السيف كان يتكلم عن المصالحة لجنة دكتور عبد المجيد نعم السيف كان يسأل هل تبادر اللجنة في التقدم لمثل هذه الحالات القانون قيد اللجنة يجب أن يقدم من دول مصلحة فيمكن أن يتقدم أي كائن يمكن له مصلحة في القضية المعروضة ويمكن أن تنتقل اللجنة إلى الدائرة أو مقر إقامة الطرف الثاني لأجل طبعا هذا وفق القانون والصلاحيات التي أعطاه إياه سؤال الآخر هل تنسخ اللجنة بابين القهات للجنة أيضا الاستعانة بمن تراه مناسب لأجل إتمام الموضوع وأيضا هذا من مرونة القانون لأجل لم الشمل ومعالجة القضايا إلا أنه يحتاج لنا أولا بعدا عن القانون أن يقف الإنسان أولا ما بينه وبين نفسه لمعالجة مثل هذه القضايا اليوم أنا بصحة وبعافية وبوظيفة وبشهادة وبمنصب أو بمال لكن سنة الحياة أن يقول الإنسان إلى كبر سن فغدا حالي سيبقى حال والدي وحال من سبقه وجدي وجدتي نعم وهذه سنة الحياة أن يضعف القسد وأبقى أنا لا أقول عالة ولكن أبقى محتاج أيضا لمعونة من هم أصغر مني سواء أبنائي أخواني أعمامي كائنا من يكون أن يمكن فهل هذا الآن يحتاج إلى وقفة وجرس إنذار للقيل الحالي لأجل يفكر في القيل الذي سبقه أو هذا القيل والقيل الذي يأتيه هذه نقاط يحتاج الإنسان أولا أن يقف بينها نقطة مهمة أيضا وهي ظاهرة أن الإنسان يجعل بينه وما بين أبنائه فقوة تؤدي إلى ظهور ظاهرة عقوق الوالدين وهو أن ينشغل الأب بأعماله وبمناصبه ويحاول أن يعوض هذا النقص بالمال إلا أنه لا توجد مشاعر ما بين الأب والإبن تؤدي إلى وجود فقوة على مرة السنوات لا يجد هذا الإبن شيء من العاطفة التي يمكن أن يتلقاها من الأب علما أنه ليس بعذر مما تقول به الأسباب إلا أنه أيضا يحتاج إلى معالجة من القيل الحالي وفي أكثر من جانب قبل أن نبدأ إلى مسألة العقوق نبدأ إلى مسألة التربية ومسألة هذا العاطفة التي يجب أن تكون ما بين الأبناء لأجل أن تدارك مشكلة يمكن أن تظهر في قريب الأيام نعم عندك بعض الأشياء التي يمكن أن نؤكد عليها دكتور ونذكرها من باب العظى أيضا للبعض نعم وهي نقطة مهمة أن الخلافات لا يمكن أن نتوارثها في مجتمعنا في كثير من الأحيان إن قاطع الأب شخص ما سواء والدية أو أخوة أو عم أو خالة أو كان يورث هذا الخلاف إلى أبنائه فتصبح القطيعة بدل أن تكون ما بين شخص هي ما بين عائلتين عائلتين أو أسرة أو أسرتين وقدت أن تورث هذه لسنوات عديدة وتصبح قطيعة أو ما بين قبيلة وأخرى أو ما بين مجموعة أخرى أو ما بين قرية وأخرى هذه أشكالية وهذا مسألة توريث الخلاف يجب أن يقف الإنسان وأن يتفكر هل هذا الآن السبب الخلاف الحقيقي يحتاج له مثل تلك التضحيات وهذا الضريبة التي يمكن أن يدفعها الأبناء هي طبعا غير مجدية وغير قديرة أن تدرس قبل أن نقول أنها هي في أرض الواقع إلا أن أيضا نقول ونرقى الوقوف إلى أساس المشكلة من المجتمع بنفسه قبل أن تصل إلى القهات القهات الحكومية في الحقيقة لا تحتاج أن يأتي إليها شخص إذا كانت المواضيع تعالج سابقا المجتمع يجب أن يقوم بدوره الحقيقي لأجل معالجة هذه القضايا نعم عندك قصة أو قصتين بنختم بيهم بعدين خبل نهاية البرنامج سعد معمري في دائرة معنية بهذا الأمر وفي أيضا عندكم دار هو دار الوحي صحيح بضبط اللي موجود في ولاية الرستاق ومن عمل إلا بعد نتوقع كده نداءات وأحيانا يكون نظرة الوزارة ونظرة الحكومة إلى بعض أحيانا من لديه من يعوله هكذا إذا توقع ما أي أحد ممكن يدخل باختصار في لكم شروط لكم يعني مواصفات معينة للأشخاص اللي موجودين معاكم في الدار بالنسبة للدار هو في الحقيقة تم إنشاؤه في العام 79 وكان يعنى في ذلك الوقت بمرضى القذام ما أن انتهت هذه الظاهرة أو هذا ذلك المرض تم تحويله إلى دار الرعاية الاجتماعية ولأنه كان معظمهم مسنين في ذلك الوقت تحسبا لأي طارئ الحكومة في ذلك الوقت يعني أنشأت هذه الدار واستبقت عليها وتواصلت معها حتى يومنا هذا وتسمى دار الرعاية الاجتماعية في الرستق هذه الدار تستقبل الآن حالات المسنين مع دومي الأقارب وهو الحقهم بالدار هو الحل النهائي والحل الأخير وبحيث أن الاتجاهات الوزارة تهدف إلى إبقاء المسن في وسطه الاجتماعي يعني الآن من الله لديه أبناء زوجة أخوة حد يعيله باختصار أنه ما يكون بنفسه في البيت لي يعني لا قدر الله أي شيء تقطعت به السبل تماما وبقى في الحياة لواحده عشان ما نقول واحد بغي يودي أبوه للدار باكر ياخذه ويروح يودي عندكم ممنوع؟ أبداً أبداً ويشترط حتى يعني من بعد البحوث والدراسات بموافقة وكيل الوزارة عملياً الدار هذه يعني ما يدخلها إلا الحالات معدومة الأقارب أما حالات لديهم أقارب أبداً 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 عشان كده عندكم تقريباً 35 حالة أو زاد أو نقص حالياً بالضبط 35 حالة 35 حالة منهم 25 حالة ذكر ورقل وعشر إناث الذكور أكثر صح؟ نعم الذكور أكثر الحالات هذه وصلت في أعلى مستويتها 38 حالة قبل شهرين ونقصت الآن الوضع الحالي يعتبر جيد ومقبول مقبول في كل السلطنة صحيح؟ بالضبط يعني هذه الدار تستقبل هي الدار الوحيدة في السلطنة بالضبط دار الوحيدة في السلطنة ونحن لا نهدف على الإطلاق إلى التوسع في إنشاء دور للرعاة الاجتماعية بالضبط 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 بالصحيح في عندكم أيضاً تقديم خدمات أخرى تقدموها للمسنين وربما في سؤال أيضاً نسيتها سؤال سيف هل تقدموا بعض الخدمات داخل البيوت؟ في المنازل نعم عشان الوقت أيضاً للعشر دقائق يباقي بعنا نعم هناك برامج كثيرة مختلفة متنوعة وذكرنا في البداية عناوين لهذه البرامج لعل من أهم البرامج هو برنامج رعاية المنزلية للمسنين وهذا البرنامج برنامج وطني استحدث في عام 2011 تحديداً تم تدشينه في 30 أكتوبر 2011 وهو يأتي بالشراكة مع وزارة الصحة هناك أيضاً شركاء آخرين كجمعية أصدقاء المسنين والقطاع الخاص كممول هذا البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية المنزلية للمسنين في منازلهم فكرة تبدأ بإدراق حالة المسن في المركز الصحي أو في المؤسسة الصحية أقرب مؤسسة صحية إليه ثم يتم إحالته إلى المؤسسة الاجتماعية بعد ذلك تبدأ المداخلات الاجتماعية التنموية التمكينية لهذا المسن في توصيل خدماتها في المنزل في المنزل وسط أهله وأسرته وكذا وغيره في عندكم تقديم أجهزة مؤينة تعويضية لكبار السن أيضاً قايمين بهذا الدور نعم هناك وفي أيضاً نداءات نتوقع وفي أيضاً بعض المبادرات من القطاع الخاص هناك لائحة تنظم صرف الأجهزة التعويضية وسائل الدعم الحياتي سواء كانت للمعاقين أو المسنين أو المبادر نضرب أمثلة يعني مثلاً السماعات سماعات نظارات نعم الأجهزة التعويضية مثل الكراسي الكراسي المتحركة أيضاً والسرير الطبي وما إلى ذلك هناك 42 جهاز تعويضي تم إلحاقها بتلك اللائحة التنظيمية وفي أنا أعرف بعض المبادرات من أصحاب الأياد البيضاء والقطاع الخاص أيضاً ليقوموا أيضاً بهذا الدور الإيجابي في المجتمع وهذه بوادر كلها إيجابية في مجتمعنا الخير نعم في سؤال أتوقع باقي نعم هذا بالنسبة لسؤال العوفي سؤال العوفي لكن أنا حقيقة فقط يعني قبل ما نختموني للبرنامج فقط حبيت وعرق على موضوع التضامن بين الأجهزة الذي كان قبل هذه الاستراحة وهو محور أصيل وأساسي أيضاً من المحكات الدولية التي يعني ترمي باتجاه إلى أن يكون هناك تضامن بين الأجهزة ولذلك وزارة التنمية الاجتماعية يعني منذ العام 2011 أيضاً اختطت أو اتجهت نحو تفعيل دور المجالس العامة لصالح المسنين أصبح نحن لا نهدف إلى اقتصار استخدام هذه المجالس العامة بل في موضوع الأفراح والأتراح وإنما نهدف إلى تكون مقرات مهارية للمسنين وبالتالي مراكز أيضاً للمسنين حتى أن نستمد الخبرات وقدرات ومهارات وأمكانات المسنين لديهم من مخزون معرفي وتطبيقي لدى الأقيال صحيح وأعتقد كانت هناك مبادرة أيضاً لتنشيط هذا الموضوع في الشهر الثمانية ومشيابنا في مجالسهم وفيما بينهم يتداول حديثهم وحياتهم وأمر قريتهم وأسرهم هذه أيضاً من الإيجابيات ارتباط لكبار السن وهذه من إيجابيات حقيقة رائعة في مجتمعنا ومجتمعات الإسلامية الارتباط بالمسجد يعني خمس مرات أنك أنت تروح إلى المسجد وتلتقي بالمصلين وتسلم عليهم ويسلموا عليك وأحوالك وعلومك وأخبارك وبعضهم عاملين مثل الدكانيات معرفة يعني هل هي تسمية صحيحة عندنا في بعض الولاية تسمى الدكانية يعني مثل الكراسي كذا وأحياناً مسوايا بالسمنت البرزة مثل البرزة أحسن يجلسوا هناك خاصة في الأوقات الجميلة أو ما بعد صلاة العصر والمغرب وحياناً العشاء وكذا فتلاقيهم يسولفوا ويتكلموا مع بعض هذه كلها أمور إيجابية ما يحس كبير السن بهذه الغربة السيد عبدالله البلوشي عشان نختم أيضاً معاك وبذكرنا بعدين دكتور حادثة لنختم بها اللقاء إيش اللي ممكن تقوله إيش اللي ممكن أيضاً مع زملائك في الجمعية يكون لكم مثل هذه الأدوار الإيجابية كثيراً ما نركز نركز على الشباب نركز على الأبناء في الوقت الحالي من غرص القيم الإيجابية وخاصة القيم الإيجابية تجاه الأسرة وبنائها وتماسكها من احترام الكبير وتقديره وكذلك أيضاً إضفاء لمسة خاصة للكبير باعتباره حكيم الأسرة وحكيم العائلة وكذلك أيضاً توجيه رسالة خاصة للأبناء بأن بر الوالدين هي رواية أو قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبنائك أن بر الوالدين هي قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبنائك في المستقبل فبالتالي كثر ما كان هناك تماسك أسري في التنشئة الأسرية وكذلك أسلوب تربوي رائع من قبل الوالدين في تنشئة أبنائهم كثر ما قللنا من عقوق الوالدين كثر ما قللنا من المشكلات الأسرية كثر ما قللنا من المشكلات الزوجية فبالتالي كثر ما كان المجتمع متى ماسك متى قارب كثر ما كانت النتيجة أقوى وأقوى ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا آمين يا رب العالمين بس السيد عبدالله الموضوع اللي طرحته وطبقته ماليزيا ونجحت برفع أو بتخفيض النسبة من سبعين في المئة إلى نسبة معقولة وعادية وطبيعية احنا محتاجين أيضا نتبناها هي موجودة فكرة مماثلة هي فكرة مماثلة موجودة وأنا مستعدين كجمعية اجتماعيين نطرح الموضوع بالتفصيل مشروع التماسك الأسري اللي تبع التنمية الاجتماعية خلال فترة الماضية قدم وبذل فيه جهد وكذلك أيضا نحن نسأل من المسؤولين أيضا استمرارية تطبيق هذا البرنامج ابرزوا علاميا وتحدثوا عنا في مجالسكم وحثوا الناس وحثوا الشباب على هذا الموضوع كل يوم كنت في محفل جميلة لجامعة السلطان قابوس برعايت معالي الدكتور وزير الصحة مسك الميكروفون ويتكلم مع شريحة كبيرة من أولادنا وبناتنا الشباب المقبلين على زواج يحثهم على موضوع ايش على موضوع الفحص ما قبل الزواج كانت بادرة كثير جميلة حقيقة من معالي الدكتور وزير الصحة احنا مثل هذه الأفكار محتاجين فعلا نتكلم عنها ونتبناها وتكون حديثنا في مجالسنا وحديثنا ايضا في بيوتنا دكتور عبد مجيد في دقيقة بتذكر لي كده موقف موقفين على السريع نختم بهم حلقتنا قبل عن اذكر هي حقيقة في موقفين سأذكرهم على السريع ولكن هي تعريقة سريعة على قانون الأحوال الشخصية الذي كان وأكثر تفصيل عن حقوق الأبناء على على الآباء وهو فصل في كثير من في كثير من المواضع إلا أنه في ذكر حقوق الآباء على الأبناء لم يذكرها إلا في مواضع بسيطة كون أنها المنطق الذي لا يحتاج ولا يختلف عليه اثنين عن حقوق الآباء على الأبناء الكثيرة إنما ذكر في موضوع النفقة كون أنها هي أمر مادي حصرها في المواد من واحد وستين إلى ثمانية وستين عن وأذكر نص المادة خمس وستين إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده ألزمه بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته هذا من باب الحرص على الوفاء واقع سريع خلاف ما بين أخوين استمرت تسع سنوات لقى أحدهم إلى اللقنة ووفقت الله الحمد في الإصلاح ما بينهم بعد قطيعة تسع سنوات وخلاف آخر استمر ثمانتعشر سنة وأيضاً ووفقت اللقنة في معالجة هذا القضية وأنا أتمنى أن يعني تحل المشاكل ودياً وأن لا تصل إلى هذه القطيعة وأن لا تصل إلى المحاكم وأن لا يتدخل أحياناً الغرب في مثل هذه المسائل كما بدأنا بالآية القرآنية الكريمة نختم أيضاً لقاءنا بنفس هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وشكرا لضيوفي العزاء الدكتور عبد المجيد الأغبري مدير أمان السر لجنة التوفيق والمصالحة بولاية السيب والأستاذ محمد المعمري مدير دائرة المسنين بوزارة التنمية الاجتماعية والأستاذ عبدالله البلوشي خصائي اجتماعي وعضو في جمعية الاجتماعية العمانية شكرا لكم جميعا نلتقي في الغد مع حلقة جديدة من البث المباشر الحلقة العامة هذه تحيات فريق البرنامج تماظر الوهابية وتحياتي أنا خالد الزجالي وفي الاخراج سيف الجرداني عمان أمانة فحافظوا عليها وكونوا دائما سواعد للبناء في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة